اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بأبرز العنوين استمرار الجلسات المنفصلة في المشاورات ودعوات دولية بأهمية احلال السلام في اليمن اشتداد المعارك في محافظة شبوة والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والضالع والبيضاء استشهاد صحفي في بيحان واحتجاجات في صنعاء للمطالبة باطلاق صراح الصحفيين المختطفين لدى الميليشيا يواصل المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ محادثات منفصلة مع طرفي المشاورات في الكويت وقالت مصادره السياسية ان المبعوث الاممي التقى ممثل وفد ميليشيا الحوثي وحلفائهم وناقش معهم الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وموضوعات اخرى في اطار قرار مجلس الامن الدولي الفين ومائتين وستة عشر كما التقى المبعوث الاممي في وقت سابق بوفد الحكومة وناقش معهم عددا من القضايا والموضوعات في السياق ذاته اعلنت الامم المتحدة تسلمها للبيانات الخاصة عن اسر الحكومة ووفد الميليشيا فيما تم الاتفاق على تقديم الطرفين لملاحظاته غدا الثلاثاء وقال المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ان المسار السياسي للمشاورات يمضي في الطريق الصحيح مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستكون حاسمة وكشف ولد الشيخ عن وصول فريق من اللجنة الدولية للصريب الاحمر الى الكويت لإطلاع الطرف الاطراف اليمنية على دور اللجنة وآليتها في عمليات اطلاق وتبادل الاسرع وصلنا معلسف عن بعض الصحفيين الذين هم ضاربين عن الطعام هناك بعض فعلا معلسف حصلت حالات وصلتنا اخبار عن بعض الاعدامات الى اخرى وانتم تعلمون القانون الدولي الانساني صارم في هذا الى ذلك قال مستشار الرئيس هدي عبد العزيز المفلح ان المعتقلين والاسرع والمخفين قصرا لدى الميليشيا قد يتجاوز عددهم ثمانية الاف واضاف في تصريحات صحفية ان الحكومة مستمرة في اعداد القوائم متوقعا ان يتم الافراج عنهم قبل حلول شهر رمضان واعتبر المفلح اطلاق المعتقلين والاسرع بداية حقيقية للشروع في تسليم السلاح والانسحاب من المدن والعودة الى طاولة الحوار السياسي الملف الذي كان يفترض ان يبدأ الحل به اصبح مدة للمفاوضات والمساومات المختطفون الذين مضى على بعضهم اكثر من عام في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع لا يزال ينتظرهم الكثير ليرا والنور بعكس ما تروجله الاحاديث المتفائلة بقرب خروجهم واحراز تقدم في هذا الملف الحكومة قدمت ملفها عن المختطفين والمعتقلين والمخفين قسرا في سجون الميليشيا وبحسب مصادر في الكويت فان الملف الذي تقدمت بالحكومة تضمن اكثر من 2600 معتقل ومختطف فيما لا تزال الجهود تبذل بغرض استكمال هذا الملف الذي يكبر كل يوم في ظل استمرار الميليشيا باختطاف المواطنين مع رقم قد يصل لأكثر من 8000 شخص منذ بداية الانقلاب المفاجئة كانت عندما قدم وفد الميليشيا ملفا بما يقارب 4000 معتقل من انصاره لدى الحكومة يتقدمهم نجل الرئيس المخلوع المتواجد حاليا في الامارات بدى الامر كأحد اشكال الكوميديا السوداء اذ ان حكومة المنفلة لا تمتلك سجونا للذين يحاربونها في المناطق المسيطرة عليها ظهرت في الاخير مدينة لميليشيا الانقلاب باكثر مما تطالب به من المختطفين والمخفيين كثير من المراقبين عزوا تلك الكشفات لان الميليشيا التي كانت طوال اشهر حربها تتعمد ترك جثث مقاتلها في الجبال عادة اليوم لتسجل المختطفين ومخفيين في سجون الحكومة وهما يعد طريقة اخرى لافشال جهود اطلاق المعتقلين والمختطفين بل لافشال مساعي الحل برمتها وبحسب العديد من متابعي هذا الملف قد نجحت الميليشيا في افراغه من مضمونه فبعد ان حولته من ملف انساني لوسيلة لمقايضة المختطفين المدنيين بمقاتلها الذين تم اسرهم في جبهة القتال ها هي الان تعود به لنقطة الصفر فيما تبدو مهمة المبعوث الاممي قد انصرفت كثيرا عن تحقيق السلام الى دعم الميليشيا ورفضها بالمقاتلين دعا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الاطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت الى تحمل مسؤولياتها للتوصل الى حل سلمي للنزاع في اليمن وانقاذ بلدهم من انهيار اقتصادي كبير وقال هاموند في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالمبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ انه يجب ان يكونوا متفائلين ازاء هذه المشاورات موضحا انها استغرقت وقتا طويلا لتحقيق تقدم النسبي واكد حرص المجتمع الدولي على دعم مشاورات السلام اليمنية من خلال جمع الاطراف المعنية حول طاولة الحوار للوصول الى حل شامل يغلب مصلحة الشعب اليمني على مصالح اي طرف اخر ميدانيا قالت مصدر عسكريا قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على جبل الخيالة خلال المعارك المحتدمة مع مليشي الحوثي والمخلوع في مديرية بيحان بمحافظة شبوة واضفت المصادر ان قوات اللوى واحد وعشرين ميكا سيطرت على الجبل الواقعي قرب منطقة حيد المنقاش في مديرية الصفراء وشيرة الى ان قوات الجيش قطعت امدادات المليشيا في منطقة السلي الهروب الى الانتصار هو الخيار الاخير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة شبوة فبدلا من ان يظل الجميع ينتظر مغادرة المليشيا هذه الارض التي تتعرض للقصف والحريق يجب ان يواصل ما بدأه الساعات الماضية من مهمة التحرير حتى النهاية فالدور الحقيقي يقتضي الان لا غدا تخليص المحافظة كاملة من المليشيا وليس فقط مديرية عسيلان التي تدور فيها المعارك بعد هجوم مباغة للمتمردين تحدث عنها قائد اللواء التاسع عشر مشا العميد مصفر الحارثي بشكل مفصل في الساعات الجادمة ستكونك تطورات اخرى لن نتوقف لن نتوقف بعد هجوم اليوم من العدو لن نتوقف سنواصل الهجوم الى الامام ان شاء الله ضربة موجعة اذا انتلقتها المليشيا في هذه الجبهة بحسب مصادر ان 28 من عناصر المليشيا و20 من الجيش سقطوا اثناء القتال بينما استعاد الجيش الوطني مواقع عدة من قبضة المليشيا في هذه الاثناء ايضا استشهد الصحفي الذي كان يغطي المعارك في الجبهة عبدالله عزيزان وتعد محافظة شبوة اخر المحافظات الجنوبية التي يحتفظ فيها المتمردون الحثيون بمناطق يتواجدون فيها وهو ما يجعلهم يكثفون من هجماتهم ضد المساكن ومواقع الجيش والمقاومة ما يدفع بالجيش الوطني خوض قتال معهم من فترة الى اخرى في ظل اتفاق هش لوقف اطلاق النار منذ شهر ونصف تقريبا الى محافظة تعز حيث استشهد مدنيان واصيب ستة اخرون في حصيلة للقصف المدفعي المستمر الذي تشنه مليشيا الحوثي والمخلوع على المدينة وقالت مصادر محلية ان القصف طال حي السعيد وكلية الطب ومنطقة عقاقة ومواقع اخرى للجيش والمقاومة الشعبية واضفت ان القصف طال ايضا مقر الوى 35 ومحيطه من قبل الميليشيا المتمركزة في جبلهان والربيعي وتبة الضنين ومصنع السمن والصاب في السياق المتصل تشهد جبهة الضباب مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي والمخلوع وقال مصدر عسكري ان الاشتباكات دارت في الخطوط الامامية للجبهة في مناطق النجود وفي ميلات وتبة الحرمين وتبة الكربة وفي الوادي واضافت المصادر ان المواجهة اندلعت عند محاولة الميليشيا التوغل من منطقة المقهاية مرورا بالكباب الى النجود في عملية هجوم حاولت استدافة تحصينات الجيش والمقاومة في منطقة ميلات في الجبهة الغربية من تعز لقي اثنان من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم في مواجهة اندلعت جنوب منطقة دباب وقال مرسل قناة بلقيس ان عنصري من المقاومة اصيبة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الحريقية احدهما حالته خطرة وتشهد المناطق الواقعة في دباب وباب المندب ومواجهات عنيفة مع استمرار هجوم الميليشيا على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش ومعنا من تعز رئيس العمليات في الجيش الوطني العقيد عبد العزيز المجيدي سيادة العقيد بداية كيف هي المواجهات اليوم هناك انبا كما تحدثت الاخبار بان الميليشيا تحاول اختراق مواقع المقاومة الشعبية هناك قصف في محيط القصر الجمهوري في محيط عفوان السجن المركزي وكذلك في معسكر اللوى 35 كيف تدور الامور اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكرا جزيلا لقامت بالقيس لتتبعها لكل الاتبعات لكل الأحداث الدائرة في جبهة تعز اخير كريم اولا نترحم على الشهداء وندعو بالشفاء للقرحاء بالنسبة للأحمال القصرية التي تدور في تعز تشهد جبهات تعز في كل مستويتها من تجاه الشرق والقنوب والقانب الشمالي والشرقي والشمالي الغربي والقانب الغربي تشهد هذه الجبهات اشتباكات ومحاولة للعدو التسلل والقيام بأعمال هجومية ليتمكنوا بهدف التمكن للسيطرة على بعض المناطق او استرداد ما خسروه في معارك سابقة مستغلين وضع الهدنة التي اعلنت من تاريخ عشرة اربعة هذه الميليشيات تستخدم التعليزات البشرية والقوة والوسائل اليومية مستغلة ما يشمى بالهدنة بينما في تحزي وقدمت عيوضنا العمالة التالية تركز الميليشيات الانقلابية الحوض عباشية عمالها باتجاه الليو 35 وثبت الدفاع الجوي وكذلك باتجاه السجن المركزي وقامة الضباب حيث قامت الميليشيات ليس لأول مرة اكتب من بعملية التسلل ومن ثم الهجوم لكي تستغل أو تسيط على بعض الماضق إلا أنها لم تفلح أو تتقدم قد تعمل هناك البطال القيش الوطني والمقاومة الشعبية الليو في البرسات المواقع الدفاعية تتكبرت أكثر من جاكل كذلك هناك القصف المدفعي بمختلف العيارات على أحياء السكنية في محافظة تعز في المدينة تعز باتجاه الجانب الشرقي وكذلك حي السعيد وفي أكثر منطقة وهناك ضحايا وهناك شهداء وقرحات من القيش الوطني نعم سيدة العقيد كيف تتعامل مع هذه الخروقات التي تقوم بها الميليشيا وتحاول التقدم في المواقع أيضا هناك أنبات تتحدث بأن هناك مواجهة عنيفة تدور في جبهة الضباب قوة القيش الوطني والمقاومة الشعبية تتربت بموقع قواعد الاشتباكة على كل المحاولات التي تقوم بها الميليشيا الإقلابية والتي كتفت من أعمالها القتالية من دون تاريخ أن أعلنت ما يشمل وهدنه وحوارات القويت أو مقاشية القويت هم الآن في مخيرتهم أو في مذكارهم الغير سليمة بأنه يريدوا الاستيلة على أكثر من العرض مستغلين ما سبق ذكره من هدنه إلا أن هناك المعارك تدور بشراسة بصمود وبرحة الإمكانيات المتواضعة بيتمجيش البطني والمقاومة الشعبية هل لازال لديكم أي داع من قبل قوات التحالف أو مساندة للطيران لقص بعض المواقع التي تقصف المدنيين والأحياء السكنية في تعز أكثر من بلاغ تبرسل البلاغات بمناطق التي تبركس بها المدفعية والمدفعية الصاروخية الكاتوشة البيم 21 والبيم 28 التي تقوم بقصف المدينة من قبل عمار ومن عند مناطق أخرى إلا أن هناك الطيران أحيانا بيجيب أحمل لثات استراعية ولكن ليس كما كان هو بالنسبة للدعم الجانب الآخر فهناك بالصراحة لا يمكن أن يكون دعم المطلوب ولكن حتى لا بالرغم التواصل مع القائد محور تعز وكذلك قيادة الألوية مع الإخوة في قيادة تحالف في محافظة عدن إلا أننا نستقبل كثير من الوعود إلا أننا نملك بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي تعز عامة نملك قوة بشرية تقاتل بمعنوية ما تساوي أضعاف أضعاف السلاح التي تمتلكها وهذه الميليشيات الإنقلابية التي استورت على مقدرة الدولة من كل النواحي العسكرية والاقتصادية وكذلك ما يجار بالنسبة للحوار نحن نسأل هنا هل من مطل الأمين العالم المتحدة هل يريد أن يعمل سعاق يعني أن يخطس عقمار بن عمر يريد عشرة أشهر سعى الحوار السابق الذي انقلبوا عليه نعم شكرا شكرا جزيلا لك العقيد عبد العزيز المجيدي رئيس العمليات في المجلس العسكري في محافظة تعز كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك في محافظة الضال علاقية أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم وجرح آخرون في استهداف المقاومة لتعزيزات حوثية وقال مصدر في المقاومة الشعبية لقناة بلقيس إن الهجوم استهدفت تعزيزات في منطقة العذارب بسوق الليل أثناء تقدمها من مدينة إب وأضاف المصدر أن المقاومة أحرقت إحدى الدوريات التابعة للميليشيا وسقط من كان على متنها بين قتيل وجريح فيما لادت بقية التعزيزات بالفرار تجاه سوق الليل إلى محافظة البيضاء حيث قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع بالأسلحة الثقيلة مناطق نوفان وعيشمة في قيفة رداع وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا شنت قصفا عنيفا على قرى عزلة الحبج بمدرية الزهر الحميقان بالتزامن مع قصف لمواقع المقاومة في منطقة سوداء غراب في المديرية ذاتها كما جددت الميليشيا قصفها على منطقة المسحر في مدرية الصومعة ومواقع المقاومة في اليسبل بالوهبية التابعة لمدرية السوادية على الحدود بين البيضاء ومأرب أعربت عائلة عشرة صحفيين مختطفين عن قلقها الكبير على أبنائها بعد إنكار الميليشيا احتيازهم وقالت أسر الصحفيين في بيان لها إنها ترفض رفضا قاطعا إنكار ناطق الحوثين في حواره بصحيفة الشاهد الكويتية وجود صحفيين مختطفين وعضافت أن ممارسات الحوثين ضد أبنائهم وإنكار وجودهم واستمرار إخفاء مكانهم لليوم الثالث على التوالي يجعلهم قلقين خاصة مع تدهو رحالتهم الصحية وطلب بيان الأسر نقبة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بموقف واضح من تصريحات ناطق الميليشيا محملين الحوثين كامل المسؤولية عن سلامة المختطفين إلى ذلك نفذت أسر الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيا وقفتين احتجاجية في العاصمة صنعاء وبدأت الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام سجن هبرى الاحتياطي فيما نفذت الوقفة الثانية أمام ابن الأمن السياسي والذي يعتقد أنهم نقلوا إليه لن يكون مقتل الصحفي في محافظة شبوة عبدالله عزيزان آخر المآسي التي تعيشها الصحافة اليمنية ولن يكون مراسل موقع مارب برس آخر الأحداث المؤلمة في أخبار الصحفيين اليمنيين الذين يتصدرون قائمة إحداثيات الميليشيا وفي الوقت الذي تتهيأ فيه أسرة عزيزان لإلقاء النظرة الأخيرة على جسده تقف عشرات الأسر بالقرب من سجن هبرى بحثا عن أمل في العثور على أنباء متعلقة بأبنائهم المضربين عن الطعام منذ أسابيع وتتحدث المعلومات القادمة من السجن عن تهديدات يتلقاه الصحفيون ما لم يرفعوا إضرابهم تصل إلى الإطعام القصري والإخفاء النهائي وقد تنقلت أمهات الصحفيين وهن آخر من يمكنه رفع صوته في وجه الميليشيا من أمام السجن هبرى إلى أمام سجن الأمن السياسي بعد أن اعتقدنا أنه تم نقل أبنائهن إلى هناك ولا توجد معلومات أكيدة حول المكان الجديد الذي تخفي فيه الميليشيا المضربين عن الطعام والذين اقتربوا من مرحلة الخطر وفق التوصيف الطبي لحالة الإضراب في محافظة عدن قال مدير المستشفى الجمهورية الدكتور علي عبدالله إن المستشفى توقف كليا نتيجة انقطاع الكهرباء وانعدام مادة الديزل وأوضح مدير المستشفى في تصريح لقناة بلقيس أن جميع أقسام المستشفى توقفت عن العمل بفعل الانقطاع التام للكهرباء بما فيها قسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة وأضاف أن هناك مساعي لحل المشكلة مع شركة النفط لتوفير مادة الديزل وإعادة تشغيل المستشفى من جديد نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوي ولكن بعد فاصل قصير نكمل النشرة ولكن بعد هذا الفاصل المنتخب الوطني يصل المالديف لخوض مباراة مؤهلة لتصفيات كأس العالم استمرار الجلسات المنفصلة في المشاورات ودعوات دولية بأهمية إحلال السلام في اليمن اجتداد المعارك في محافظة شبوة والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والضالع والبيضاء استشهاد صحفي في بيحان واحتجاجات في صنعاء للمطالبة بإطلاق صراح الصحفين المختطفين لدى الميليشيا من جديد أهلا بكم حذر مركز الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية وقال بيان للأرصاد إن الحرارة في المناطق السحراوية ستتراوح ما بين 38 درجة إلى 44 درجة مئوية وستكون غائمة جزئيا على معظم المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية ودرجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى نهاية الثلاثينات ونبه المركز المواطنين لتجنب أشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة خاصة خلال الظهيرة كما دعا سائق المركبات في المرتفعات الجبلية الغربية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء هطول الأمطار وتشكل الضباب رغم الحركة الملاحية والتجارية المتزايدة التي يشهدها ميناء المكلة إلا أن الميناء مهدد بالتوقف في أي لحظة جراء تدهور الأوضاع فيه هذا التهديد دفع بعمال وموظف الميناء إلى تنفيذ وقفة احتجاجية ضد ما وصفه بالإهمال وتبذير المال العام والعبث بحقوقهم مرسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل في ضد استمرار الأعمال القتالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة الشرعية عن توفير التزاماتها المالية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها يبرز ميناء المكلة كأحد أبرز المصادر المالية التي يمكن للسلطات المحلية في حضر موت الاستفادة منها في توفير التزاماتها للسكان ومع هذا فالميناء مهدد بالتوقف عن العمل في أي لحظة جراء غياب إدارة رسمية وتهالك معداته وضعف بنيته التحتية التي لم تشهد أي عمليات صيانة منذ سنوات طويلة ميناء المكلة رافض اقتصادي مهم للدولة بشكل كامل والإقليم حضر موت شهد في المرحلة السابقة نشاط كبير أثبت أنه أحد الروافض المهمة يحتاج لتأهيل يقينا في البنية التحتية وتأهيل في الطاقة البشري تأهيل أبناء حضر موت في الجانب البحري هذه أهم نقطة وليست هذه الأسباب هي وحدها من تهدد نشاط الميناء الاستراتيجي ففي مشهد يوحي بمدى نفاذ الصبر لديهم خرج عمال وموظف ميناء المكلة عن صمتهم الذي استمر طويلا ينفذ وقفة احتجاجية رفعوا من خلالها أصواتهم الرافضة لما يقولون أنه إهمال وتبذير للمال العام وحقوق الميناء من قبل القائمين عليه وقفنا وقفتنا الاحتجاجية مساء هذا اليوم لما يعانيه من المكلة من تصيب وإهمال وإهدار للمال العام فكل هذه الأمور دعتنا إلى أن نقف صفا واحدا نجد محاربة هذه القضايا ومحاربة التجاوزات والخروجات التي تحصل في هذا الميناء وهي الاتهامات التي رفضها القائم بأعمال مدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلة داعيا إلى تقديم الإثباتات إلى الجهات المختصة موضوع الأهمال وتصيب للمال العام الذي وجه لنا هو غير صيح نحن مررنا بظروف صعبة وستطعنا أن نحافظ على الميناء وعلى أموال الناس وستطعنا أن نوفر كافة الأمكيات للميناء وإي جهة لديها معلومات أو لديها دلة تقدم الجهات المختصة ومع استمرار حالة التجذب بين الأطراف في الميناء لأن المؤكد أن وضع الميناء بحاجة إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المختصة يخشى المراغبون أن يؤدي أي توقف لنشاط الميناء في عرقلة كافة الجهود التي بذلت لتنشيط الميناء وتحسين سمعته أمام شركات وخطوط النقل الدولية محمد اليزيدي لغنات بلقيس المكلة قالت مصادر محلية في محافظة أبيان إن أسرابا كبيرة من الجراءة انتشرت في بعض مناطق المحافظة وسط احذيرات من استمرار تكاتورها في بقية المحافظات الأمر الذي يشكل خطرا على مصدر الأمن الغذائي في البلاد وقال مسؤولون في مركز مكافحة الجراءة التابع لوزارة الزراعة والري إن أسرابا من الجراءة الصحراوي انتشرت في قرى الشيخ سالم ومريب وتمحن شرقية محافظة أبيان قدمة من محافظة شبوة وفاد رئيس مركز مكافحة الجراءة مشتاق عبده إن الجراءة بدأ بالانتشار الكبير وأحد هذه الأسراب وصل إلى أبيان في ظل جهود متواضعة لمكافحته نظرا لضعف الإمكانيات اختتمت بمحافظة مأرب بطولة رياضية لكرة القدم والطاولة والشطرنج وفنون الكاراتي التي نظمها نادي السد الرياضي على مدى شهر كامل وحصد فريق الحرية كأس البطولة لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيع على فريق النصر في ختام الفعالية تم تكريم حكام البطولة واللجنة المنظمة والفرق الرياضية المشاركة وتسليم كأس البطولة والجوائز التشجيعية للفرق الفائزة توجهت فجر اليوم الاثنين بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى جزر المالديف للمشاركة في تصفيات نهائيات آسيا لعام 2016 وسيخوض منتخبنا الوطني مبارة الذهاب أمام المنتخب المالديفي الخميس المقبل في ذهاب الملحق الأسوي المؤخل لدور المجموعات من التصفيات الأسيوية وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الثاني من التصفيات بعد تعادله في إياب الدور التمهيدي مع باكستان وفوزه في الذهاب بنتيجة ثلاثة مقابل واحد نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوي استمرار الجلسات المنفصلة في المشاورات ودعوات دولية بأهمية إحلال السلام في اليمن اشتداد المعارك في محافظة شبوة والميليشيا تواصل خروقاتها في تعز والضالع والبيضاء استشهاد صحفي في بيحان واحتجاجات في صنعاء للمطالبة بإطلاق صراح الصحفيين المختطفين لدى الميليشيا نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة